رحب فيكم مشاهدينا من وينما كنتوا عم بتتابعونا عبر نور الشباب نبدأ نهرنا بالإنجيل المقدس واليوم مع الأب جوزاف سعاد الراهب الماروني المريمي المجدل ليه؟ أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يحنى الذي بشر العالم بالحياة فنزغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا قال يسوع لا تطرب قلوبكم إنكم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا إن في بيت أبي مناذل كثيرة وإلا فهل كنت قلت لكم إني منطلق لأعدى لكم المكان وإذا انطلقت وأعددت لكم المكان أرجع فأخذكم معي لتكونوا أنتم أيضا حيث أكون وأنتم تعرفون الطريق إلى حيث أنطلق فقال له تومة يا رب إن لا نعرف إلى أين تنطلق وكيف نعرف الطريق فقال لهم يسوع أنا الطريق والحق والحياة فلا أحد يأتي إلى الآب إلا بي فإذا كنتم تعرفوني عرفتم أيضا أبي بل تعرفونه منذ الآن وقد رأيتمه حقا والأمان لجميعكم المجد لك يا رب المجد لك بالإنجيل وبينطلق يحنى من قول يسوع لا تضطرب قلوبكم إنكم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا يسوع بالإنجيل عم بيوحد هالصورة بين الإبن والآب طي وضح اليوم للتلميذ من رقاني رقى الآب يسوع بالصريح عم بيقول لتلميذو أنا هو الآب والآب فيي وما في فرق بينتنا نحن اتنين عم بيقول للتلميذ لا تضطرب قلوبكم لأنه يمكن صاروا عرفين وصارت واضحة بالنسبة لإلن إنه يسوع رح يجي نهار رح يغيب من بيناتهم يسوع عم بيشجع اليوم تلميذو حتى يكونوا واعيين إنه هالغياب اللي رح يغيبه يسوع هالألام اللي رح يتقلمه والموت اللي رح يعيشه منهم نهاية الطريق إنما هن فاصل عبور بين الموت والحياة مش نيك بيقول لهم للتلميذ أنا ذاهب لأعدى لكم المكان وفي منذل أبي منازل كثيرة في بيت أبي منازل كثيرة بالمعنى يلي إنه دايما الآب بانتظار أولاده مثل الإبن الشاطر يلي مهما غيب بقي الآب ناطر هالعودة واليوم الله الآب ناطر عودة كل شخص منه إلى هيدا الحضن السماوي يسوع عم بيقول لتلميذ رح حضر لكم هيدا المكان تحتى تكونوا معي فإذا ما بقى في علينا خوف ما بقى في مجال للإنعزال أو للبعض بيننا وبين الرب والآب يسوع عم بيرجع يقرب المسافة عم بيوحد اللقاء بيننا وبينه وبين الآب حتى نكون نحن مطرع معهم موجود وحيث بيكون يسوع بيكون في الهدوء بيكون في الطمأنينة بيكون في السعادة بيكون في الفرح إنما بالإنجيل منشوف تومى عم بيسأل وعم بيقول له يا رب إنا لا نعرف إلى أين تنطلق وبيكون جواب يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة فإذا الطريق قدامنا صارت مرسومة مش بس بكلام يسوع يلي سمعناه بالإنجيل اليوم إنما حتى بالمثل يلي عيشوا قدامنا وحتى بالوصية يلي عطينا إياه يسوع قالنا أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم فإذا اليوم هالوصية صارت واضحة وهي هذا الطريق اللي نحن اليوم مفروض نمشي يسوع كرمالنا تعذب نصلب وقام حتى يكون عم بيرسم هذا الطريق لمليان أمل ورجع حتى نحن اليوم نكون عم نقدر نمشي زيت الطريق كما هو ماشيها إنما نكون واثقين وأكدين أنه ما في نهاية سوداء ما في نهاية مظلمة ما في نهاية مجهولة إنما النهاية صارت واضحة هي اتحاد مع الآب وبيقول له يسوع من رقاني رقى الآب فإذا نحن كلنا شفنا الآب وكلنا شفنا الابن وكلنا تعرفنا عن الروح القدس ما بقى فينا نقول أنا اليوم بجهل دور الله بحياتي أنا بجهل شو رسم الله لحياتي أنا اليوم ما في يقول ما تعرفت على الآب ما في يقول أنا ما بعرف الابن وما في يقول الروح القدس ما عم يشتغل فيه أنا اليوم إنسان معمد مثبت عم بشارك بالذبيحة الإلهية فإذا أنا اليوم ابن هالعيلة الثلاثية أنا ابن الله أنا اليوم ابن الكنيسة بعرف ويني الطريق بعرف شو هو الحق وهذا الحق هو اللي رح يخلصنا فإذا اليوم الدعوة لإلنا ما يسوع نحط سئتنا فيه بحيال الله مشروع أننا اليوم مواصلين بدنا نشتغله بحيال الله خطوة عم نخطفية لمستقبلنا لحياتنا اليومية نكون واثقين أنه الرب واقف معنا نكون عارفين أنه كل عمل عم نخطف يسوع واقف في حدنا ولو يمكن منه ظاهر بالملموس أو يمكن حتى بالشعور نتأكد أنه هو حاضر والله مرة بفارقنا لأنه كل همه أنه نحن نكون مبسوطين كل همه نكون مرتحين ولو يمكن ببعض المطارح بيتأخر ولو يمكن ببعض المطارح من لقي الطرقات سكرت إنما هو حاضر دايماً تيتدخل بالوقت المناسب من هون في هالخبرية الصغيرة شاب ولد صغير بدأ على باب أحد أحد البيوت بهضيها وبتفتح له صبية صغيرة وبيطلب منها كوبة من الحليب لأنه كان جعان وما كان معه حتى تياكل وبتقوم هالصبية بكلتي بتقلب بتدعيلها جوه وبتسقيك ببيت حليب وهالشاب بيرجع بينطلق بطريقه وبتبرم الأيام وهالصبية بتتعرض لحادثة وبتصير بحاجة لعملية بالرأس بتكلف فوق لعشرين ألف دولار إنما بوضع الحالة بوضع هي بوضع عائلتها كان من المستحيل إنه تأمن هيدا المبلغ إنما ما كان في عندهم حال غير إنه يفوتوا على العملية ولا بتموت وهيك بيصير بتتم العملية والبنت بتخلص ولحظة اللي بيجوا تيدفعوا الحساب قبل ما يفلوا أو يستلموا فتورة الحساب بيتفاجأوا إنه الفتورة مدفوعة ومكتوب بكعبة هذه الفتورة كانت صددت بكوب من الحليب هالشاب يلي الصبي صيطه كباية الحليب هو وصغير رجعت زكارة هو عكبر هو يلي فتحت بوجه هالدني قدر يدرس طب وسائبة هالصبية رجعت مرأيت لعنده حتى هو يكون اليوم عم برد جميل كوب هالحبيب هالحليب اليوم الرب بيشتغل معنا بذات الطريقة ونحن دايما منقول الرب يمهل ولا يهمل فأذن علينا تكون ثقاتنا كبيرة بربنا إنه اليوم طلبنا رح نحصل عليه إذا هو لخيرنا وأكيد بالوقت المناسب آمين مشاهدنا رح نحضر نحن ويكون تقرير عن كنيسة سيدة الحبل بلادنس بأدونيس ومنتبع أدونيس في قضاء جبيل تكرم القديسة مريم من خلال كنيسة قديمة معروفة بكنيسة الحبل بلادنس كانت هذه الكنيسة مهدمة ولكنه أعيد ترميمها في أواخر القرن الماضي يمكن ملاحظة المزج بين حجارتها القديمة الصغيرة وتلك الجديدة المقصبة من الداخل لقد ثقفت بالبطون ولا يذال العمل جارياً على تأهيلها لتصبح صالحة من جديد العذراء مريم هي من حبل بها بلادنس وهي من حبلت بيسوع المسيح من الروح القدس وتجسد في أحشائها إلى هنا الحبيب يا مريم يا ملكة السماء والأرض كون الوسيطة بيننا وبين يسوع موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا عن جديد مرحب فيك أبونا أيضاً معنا بالستوديو عن جديد مرسي ريبتا حكيت بالبداية بير عن الاضطراب اضطراب التلاميذ وتألون المسيح أنه ما تخافوا أنا معكم آمنوا به بس كمان فسرت أنه هذا الاضطراب هو نتيجة أنه يوصلوا لمحل يكونوا بلا المسيح ويغيب المسيح عنهم قدي هذا الشعور نحنا كمان بحياتنا اليوم منحسه منخاف لأنه نوصل لمحل ما في حدا حدنا وكيف الإيمان هون بيلعب دور بأنه يعني ما بقى نشعر بهذا الخوف وبهذا الاضطراب الاضطراب هو هو حالة يومية نمرق فيها لحظة اللي بنوصل على حياة الله حدث على حياة الله لحظة فيها يمكن بتحالتنا تطلع على الهوى هذا الشعور يلي بيمرق قبل ثوانة من الاستحقاق يلي هو الاضطراب كتير مربوط بطبعنا البشرة يسوع بالإنجيل عم بيقول لهم للتلميذ ما تخافوا ما تضطرب قلوبكم لأنه كان عم بيحكي عن غياب وعن موته كانت بعض الفكرة مش واضحة للتلميذ نحن اليوم بمجتمعنا الحالة المسيح غيب ما في يقول اليوم أنا المسيح ماشي حد وأنا اليوم صبحت بالمسيح الفكرة لو كانت أوقات حلوة فيها نوع من الغموض هلأ مظبوط نحن كلما نلتقى بشخص في نقول صورة وجه ربنا على نلاقيها الشخص أنه قف دايما شو مبتسم منه مبسط بس نلتقى فيه أنه بيضال هالإضطراب موجود وهو يلي بيحرك هالكيان يلي عم يشتغل جواتنا وبيدفعنا نحو الإيمان أنا اليوم إذا ما في يضطراب ما في يقول أنا بوثق بربنا إذا واصل ومرتاح ومؤمن على كل شي ماني بحاجة أنه اضطرب وماني بحاجة بذات الوقت أنه يكون عندي هالسقة يلي ببعض المطارح هي عمية بإتكالنا يمكن على الشخص اللي قدامي أنه رح يكون كل شي تمام أو على الأشخاص اللي عم بتحضر معي تحت نكون كلنا على الموقع فأذن بالإضطراب يسوع وضح لوني على التلميذ آمنوا به فأذن صارت منتية وتآمن بربنا علي أعرف اليوم مين هو ربنا بدي أكتشف ربنا تحت هالإضطراب يبلش شوي شوي يغيب وهالإيمان يزيد مقبيله لأنه أنا اليوم كلما يكون عم بتتكل على ذاتي كلما هالإضطراب اللي جواتي بده يكبر كلما أنا إيماني أو ثقتي بربنا عم تكبر كلما بصير بسلم لربنا لأنه اليوم هالمشروع لو قد ما فشل لو قد ما شايفه عم بيتكسر قدامي عارف اليوم أنه الرب عم بيركب بحصة وبحصة مثل الموزاييك يعني أنه يبقى الشخص عم بيكسر الحجار بشكل كتير صغير إنما بأخر شي بتركب بلوحة ولا أجمل من هيك منكون بعض مش شايفينها واضحة أو مش شايفين أكتر من تكسير لها الحجار بس أين صعب أبونا يعني أين صعب أنه وصل لها المرحلة ولا مرة منوصل للشغلة من أولا يعني اليوم اللي واصل على أول مرة وظيفة أو على انترفيو أول مرة بيعمل انترفيو على الأكيد فايت بلحات اليوم نوصل نعمل انترفيو أول مرة حيطان تقلبك التعلاعصم ما بعث منهم بتجي الكلمات أنا ما التاني مرة التالت مرة رابع مرة بتصير الأمور أسلس وبصير بوصل لقيت لدرجة إنه مني بحاجة حضر حضر يعطيني ميكرو ونسوني زيت الشي مع الرب كلما أنا أتقرب من الرب كلما أنا أتعرف على الرب كلما بتصير إنه يا رب أنا اليوم خادم لألك وإما بدك حطني إنه بتقول الرب ومن نرسل يا رب أنا ذا فإرسلني لوين ما حدا بيعرف بس المهم أنا عارف حالي إنه أنا اليوم رسول لأله أنا اليوم خادم لهالكلمة الحلوة فإذا وين ما كنت موجود لو الحيطان بتنزل على راسي أنا ربنا معي حميني ما في علي خوف لأنه هو ماشي معي كل فشخة ونحن يكره خبرية خبرية اليوم صار نهارنا مليان خبريات شخص عم بيحلم إنه عم بيمشي على الشط والشط كان كتير ريئ وكان كتير رواء ومبين على شط الرمل فيه داعستان لشخصين عم بيمشوا حط بعضهم بالحلم بيستنتج إنه يسوع ماشي حده وكان كتير رواء وكتير سلام فجأة بيلاقي إنه السماء تلبة ديت والموج صار كتير قوي وما بقى فيها الهدوء يلي كان عم بيتمشى فيه بيطلع على الشط وبيلاقي بس بعد فيه داعستان بيصرخ بيقولوا يا رب قوعة تتركني بهيد المحن وبهيد المصاعب بيسمع صوت عم بيقولوا أنا مني تركك أنت بهذه المسيرة تعبت وأنا حاملك هؤلاء الدعسات اللي شايفون هني دعسات هلأ ارتاح أنا رح كفل المشوار أنا وياك وبس ترجع تستعيد قوتك رح نرجع نكفل المشوار سوا فإذن الرب دايما حاضر عم بيمشي معنا نحنا خوفنا هو اللي بيخليه يغيب بنظرنا نحنا فإذن اللي علي اليوم دائما نطلع فيه هي الطريقة التي تطلع فيها صوب ربنا أو الطريقة اللي تطلع فيها على الأحداث التي من حولنا علينا دائما نغير هذا الظاوية التي نطلع فيها تجاه مشاكلنا تجاه مشارينا حتى تجاه حضور ربنا بحياتنا لأنه يمكن من مطرح من أنا قاعد مني شايفي الرب بس يمكن من الزاوية التانية أو من الزاوية التالتة الرب حاضر بكل كيانه lemon Volks هي بين أتعتقد الثقة أهم شيء توثق أنه فعلا وتقامل من جوه. هذا الشيء مثل ما ذكرت بسهلنا الأمور. أبونا منقول هيك. بس نحكي منقول اللي بيعمل منيح بيكسب ثواب عند ربنا. شو هي هالأعمال المنيحة؟ هي أنه صلي أعمل واجبات الدينية أو فيها كون أعمق بكتير. يعني تعرف عطول ما نقول أنه نحنا خصوص الجيل الجديد يمكن ما بيمشي بهوض الواجبات الدينية اللي بتفرضها لكنيسة. ما كتير بيشارك بالدديس بالذبيحة. ما بيصلي كتير. ولكن بالمقابل يمكن على الأرض هو ماشى على صورة ربنا ومثاله بالأعمال مع الغير. فسر لنا أكتر. إذا بيحكي وجبات الوجبات وجبات. ديننا منه وجبات. اليوم إذا بيحكي أنا مسيح بقول أنا مسيحي. أنا مني مربوط بولا واجب. إنما أنا اليوم على علاقة بالرب. أنا اليوم باتصال مع الرب. يوم شو قولها معنا؟ إذا أنا بقدس. بس كل شيء بتقوله الكنيسة أنا بمشي عكسه. يوم شو قولها معنا؟ إذا أنا بقدس. بس لحظة اللي بطلة. ما في حساب. ما بتركه بيني وبين خيه. إلا ما بدي حصله لآخر نقطة. صحيح. شو قولها معنا اليوم إذا أنا بقدس. وفي عداوة بيني وبين كل شيء. في عالم من حولي. أو يمكن حتى جواد بيتي. هال مفارقة بار؟ إن للأسف في كتير أشخاص يمكن إنه أنا بقدس وبعمل كل شيء مثل ما طالبه ربنا. وأنا ببرات الكنيسة غير حضن. يعني يوصل حضن يمكن بعامل أو بان هلالين بتلقمنا عليه أو يعني ما بعرف كيف فينا نفسر عن جد للشبيب إنه العمل الخير هو مش بس إنه صلي وقدس. اليوم أهم صلاة من صليه هي من قول يا رب واحد نفسي. يوم ما يكون هالشخص يلي عايش هالانفصام لحظة اللي بيفوت على الكنيسة بيتحول بتليها الشخص اللي فايت جامع إيديه وعم بيصلي أو يمكن لحظة اللي عم بيصلي مسبحته ما فيك تحكي معه بس بس يرجع يطلع لبرة إنسان ما بيتحاكى ما فيك تاخدي منه كلمة اللي بده يعمله وما في مشكلة إذا كسر كل شيء من حوله شرط أنا أوصل. صحيح. اليوم اللي مطلوب منه الصلاة أساسية للداس النهار الأحد إلزامي مش عقول إلزامي أنه لازم وضروري ومشبور وكون إلزامي بمعنى الحضور المقتنع فيه أنا اليوم إذا قطع نهاري بلا ترويق أو بلا غدا بوصر علىها عاشها هافيان مش أشي حدا قدامي حتى بصير ابناء ما بتحمل ما حدا يتعاطى معي ما بقعد بسير وبسير مكش تخيلي هالروح اللي إلا جمعة بلا أكل تخيلي هالروح اللي أنا اليوم حرمه جمعة وجمعتين وثلت جمعة من هالمناولة بغض النظر شو كنت عندي أو شو كنت عم بحيش أو شو كنت عم بصلي أنا اليوم قادر كل نهار أكل بسكويت بس أنه بدي أقول صلى محال بدي أقول أنا جاعد بدي شي يسند قلبي حتى قادر أنا أكفي نهاري الروح زيت الشي خلال الأسبوع بتتغذى بالصلاة بالأعمال المنيحة باللقاءات اللي منعيشها عفوا بس بأخير الأسبوع أو ببدايته بحاجة لهالمناولة اللي هي أساسية حتى تكون عم ترجع تنطلق من جديد عم ترجع تغتني من هالنبع نحن بنهي اليوم خزان ما في فضيلة لآخر وتعوى خطنوا مني ما خزاني فضي فإذن اليوم للشبيب يقولون ضروري نقدس نهار الأحد مهم الصلاة بس علي أعرف أنا اليوم ليش عم بقدس نهار الأحد ما في فوت نهار الأحد على القدس جاي تتمي موجبات أنا قدس نهار الأحد هلأ لوان نهار الأحد مفروض تكون مشاركة بوليمة على نية شخص على نية مشروع ولو مرة فوت عم بقدس بس لأنا لازم بقدس ومع جماعة الساعة عشر الجرس على القدس أو قايت بنوصل الشراء مأخرين تنكسر له سمه ضروري يكون عم بوصل عم بتحضر عم بعيش هيدا اللقاء مثل ما هو لازم ينعيش حتى أنا معي معي صير اشتاء لهاللقاء صير اشتاء لهيد الأكل يلي رب دعينا اليوم عليها يلي هي جسده ودمه لأنه أنا اليوم بليهن ما بوصل لمحل وفي ذات الوقت الصلاة من تنميل من التعداد وترداد وحشي كلام تكرار من دون ما أفهموا عيش الكلمة أنا اليوم صلات أنا بوصل عليه أبونا أنا اليوم بعد ما صلات مسبحتي بس عتيني نصيعة وبرجع لعندك اليوم الصلاة مهمة وشو ما كانت الصلاة ضرورية واساسية بس اليوم صلاة بس مبنية على كلام كتير منيحة عملنا أول بس الأساسة بصلاة هو الحوار بيني وبيني الرب هو هالحديث يلي بيخلق ومتنم عيدا عم بحكي أنا وإياك اليوم يكون في عنا هيدا الحديث ببداية نهار بآخر نهار ببحر نهار يكون عم بحادث الرب على مشاريعي على مشاكل على خوفي من شو خيفين من شو مضطرب وسلمه بذات الوقت كل شيء عم عيشه لحياتي الروحية اليوم اللي ما نعايش حضور ربنا ما فيه يعمل أعمال منيحة ما فين نكذب ع بعضنا ليست أعمال منيحة الرب موجود إنا إنما اليوم أنا أكتشف الرب بحياتي هيدا هو علامة الفيرقة بحياتنا اليومية هيدا يقول developer ب Schule لأ آن لماذا ك'S بيقول لك لأنه أنا منيحة هذا المبرر أنا شخصيتي هيك لماذا أنا شخصيتي هيك؟ لأنه بكل بساطة في شي جواتنا لحظة اللي تعمدنا ولحظة اللي تكوننا يصرخ جواتنا على الله أيها الأب إذا إذا الله منيح ما فيما يكون مورتني هالصفات المنيحة مظبوط في أي أشياء بشعة كمان أكيد مش الله اللي مورتني إيها هذه الأشياء اكتسبت أنا من ضعف البشري من قنانيتي بس الرب دايما بيشتغل جواتنا حتى يغطي ويضغى بحسناته هو على هالشي اللي أنا اليوم يمكن رافضه بشخصيتي وعم جرب حسنه إذا الرب ما تدخل بحياتي عبسا يطعب البنقون إذا كان رب البيت مش موجود فإذا اليوم اللي مطلوب منا أول شالي نتكل على ربنا هو القادر على كل شي تاني شالي تكون سئتنا في كبيرة ونعرف دايما نحافظ هالحديث بيننا وبين ربنا إن كان بالصلاة إن كان بالإديس إن كان بيعملنا وإن كان بيومياتنا نخلق دايما لاحظت حوار وحديث مع الرب تكون مبنية مش بس على الطلب بدي وبدي وبدي أو يمكن على الشكر كون في هالحديث يالي إنه شو رأيك بحياتي شو رأيك بهالمشروع شوش يفل نعمل بعدين شو رأيك يمكن بوضع البلد لأيماتها بقيين هيك هالأسئلة يلي إذا بنجي مفكر فيها إنه ولا يمكن ناخد عليها جواب على الأكيد الرب رح يجاوب عليها إنما بطريقته بالوقت المناسب وبالوقت اللي هو بيشوفه أنسب لإلنا يعني اليوم قدما نقدم مشاريع قدما نحلم قدما يكون عندنا طموح لقدام الرب بيعرف اللحظة المناسبة اللي قلنا نحنا تحطى نوصل يمكن نقعد ببوست سبع سنين وثماني سنين وعشر سنين ولقي حالنا وقفين محالنا فجأة من حيث لا ندري بيجينا عرض وبيجينا أوفر وبيجينا مستقبل بها الحياة نحنا كنا عم نحلم بأقل منه بنصير منتفاجأ اليوم كيف الراب يمكن على حوار صغير فتحناه كيف هالدني برمدوا ليبا وتغيرت الأشياء المهم نعرف نتذكر هاللحظة اللي كل مرة الراب عم بيتدخل فيها لأن احنا كتير من الأوقات منخينق ربنا لأنه كان بدنا هذه الشغلة فجأة لأنه نحنا وصلين لقلة وصرنا شايفينها واصلة قبل ما نوصلها بتتفركش الطريق بيسي نقول ليش عملت فينا هيك أنا مخينق مع ربنا وما بدي أحكي معه ننفر الواقع أنه برفض الواقع اللي أنا فيه ليش وصلتني علي وما خليتني أخذها أنا اليوم موعود ببوست ودقوا ليه وهيدا البوست لقلك ما وصلت قبل نص ساعة أو بساعة بعتذر منك التغى الموعد وبقى في هالبوست تنزل السماء على الأرض بطلع من التيابة شي كتير طبيعي بإني هي أنا إنسان وموعود والحلم كانت دامي وطار إنما اليوم علي خلي سئتي بربنا كبيرة إنه اليوم إذا هالمركز لقلي وهالبوست لقلي سيأخذه يرجع يلف بالطريقة الأنسب ويرجع لي وإذا منه لقلي أكيد في شيء أحسن مخبة لقلي الرب ما بينام عنه إنما بيأخذ الوقت تالفكرة تندج تأنا أندج تكون عن جد هالبوست عم بعبي أو هالمركز عم بعبي أو هالعلاقة حتى كمان مع الشخص الشريك اللي أنا عم ببني معه حياتي الرب بيعرف دايما الوقت المناسب تالعلاقة تندج حتى نحن دايما نخطي لقديم صحيح أبونا بدأنا نهي أنا وإياك بسؤال من يومين كنت بحديث أنا وإياك عن الإشارات يعني تخبرنا بجواب على السؤال إنه في إشارات من بعد حديث مع الرب بتصير وبتكون بإرادة ربنا بالمقابل قلت لي كمان هديك المرة إنه في إشارات نحنا لأنه نحنا بكون بدنا الشغلة نتخيلها كيف نفرق بين الإشارة المظبوطة ومشيئة ربنا الصح وبين الإشارة المش مظبوطة؟ عالمنا مليان إشارات إذا أنا بدي أتكل على إشارة ما أعمل شيء ببقى واقف محلة وناطر إشارة ما أعرف يمكن غايمة تنزل من السماء طبشة بيب أو بعيدين بالكنيسة وعما نصال يقولوا يا رب أعطيني إشارة وشيبي زيزق بيب بشكرك يا رب أنك سمعتني فيها تكون فعل إيمان أنه أنا اليوم بهذه الزيزقة حسات حضور ربنا مثل إياه يلي كان بالجبل وعلى نسيم الريح التمس حضور الرب يلي ملئ إلا بالعاصفة ولا بالنار إنما اليوم ما فيه ابني حياتي على هالإشارات من حولي فيها تكون إشارات يومية من عالمنا العالمي بفعل الطبيعة وفيها تكون من ربنا أنا اليوم لحظة اللي بطلب من ربنا لازم يكون عندي هالسئة الكاملة إنه طلبي وصل السؤالي وصل لعند الرب إنما اليوم مثل ما بنقول بالأبانة لي تكن مشيئتك ما بدي عيش هالإنسان اللي مفصوم أنا اليوم بفوت على الكنيسة بصلي الأبانة وبنسى نقول فيها لي تكن مشيئتك لي مشيئتي وشها بجع بكبس له جريدة وبالخير بقول له ميرسي بسؤالي أنا بلشت بمحلي تكن مشيئتك قبل ما أنا بلش أطلب بنا نعرف إنه يابد مشيئة ربنا بحياتي يلي على الأكيد ما رح تتعارض مع أحلامي مع اختراعاتي مع طموحاتي مع الأشخاص اللي بحبها إنما اليوم الرب بيشحل بحياتنا الرب بيخلق ناسي جديدة بحياتنا بيمكن لفترات كتير قصيرة منتعرف عليها وبتختفي بلا سبب نقول أنا اليوم هالشخص فتح حياتي وراح ما بعرف شو السبب ليش فت كنت بحاجة له وفجأة اختفى فإذن الإشارات مهمة بس مش لدرجة أني أنا علق حياتي عليها الإشارات بتمرق بحياتنا بس كتير من الأيام ما بعرف قراها كتير من الأوقات ما أنا الإشارة اللي أنا نطرة أنا اليوم بيبقى قاعد وناطر وعم بتطلع هيك مثلا بالقربان ويمكن ناطر تتحول لجسد الرب أنه تصير شقفة لهمة يمكن ما مرة راح تصير ويمكن بعين الضمير أو بعين العقل قدر شوفها أو يمكن بإيمانة قدر شوف هيك شي بس حتى يقول لك اليوم راح يشوفها الكل أو مثلا بيبقى قاعدين هاك وبقى عم نصلي بإلى يا عدرة إذا بك تظهري لي ظهري لنا نكون جروب أو مثلا إذا قاعد عم بصلي هاك وعم بطلب شي من العدرة بإلى لي بدي كيه بس ما تغمزيني أنه اليوم منوصل لمطارح عم نفتش على إشارات لأنه عشنا بعالم من الإشارات منسمع فلان لديسة فلان ظهر له أو العدرة حكيته أو يمكن شايف ياسوق هو هالإشتياء وفي ذات لوقت هالغموض هالسر بقلب هالظهور بس بذات لوقت نقول يا رب لا شو بدك بها الخبرية شو بدك فيه بذات لوقت الرب عم بيشتغل معنا بكل يوم بكافي اليوم أني أنا عم بوعة عم بمطلق على شغلي عم برجعة من نهاري لو قدما كان تعبين وقدما كان مخربط أنا نهاري خلص واصل حط راسي على المخدة وراسي مرتاح أرجع قوم بتاني نهار وقلع من أول بجديد أهم شيء يكون عم بوثق بربنا أنه هالمشروع اللي أنا طرحه هو مشروع ربنا بذات الوقت ما رح يعارضني فيه ما رح يشتغل عكسي فيه رح يساعدني فيه بطريقة تشحيل ونموه ببعض المطارح حتى أنا أوصل حقق أجمل صورة من هالحلم يلي أنا يمكن حتى لها هلأ بعد منه مكتمل عندي ويوم عن يوم عم بيتغير شكله عم بتتغير متطلباته وأنا بذات الوقت عم بنضج ويمكن هالحلم اللي عم بيحلمه اليوم ما يكون حلم بكرة فإذاً الرب نحظة اللي بيحرمني من حلم أو من خبرية أو ما بيعطيني إشارة مش معناته أنه هيدا الشي منه لإلي مش معناته أنه هو غايب منه حاضر مش معناته أنه الرب تخلى عنا أو يمكن هاي المشروع مش مفروض يتم علي يكون واثق أنه أنا اليوم طلبت الرب سمعني والرب بيعرف شو اللي أنسب لإلنا نحنا من اللي نحنا شايفينه بير جوزيف أنا بدأت شكراك مارسي إليك ريتا موسيقى موسيقى